اشتركوا في القناة القرار الذي فجره الرئيس الامريكي في وجه النظام الايراني والصرخة الاولى خرجت على لسان المرشد الاعلى بتصريحاته المليئة بالقلق والتي تعكس حال النظام برمته عندما قال انه لا يثق الان بالدول الاوروبية الباقية في الاتفاق فهو لا يرى صوابا في القرار الامريكي في حين ترى عين الواقع بانه القرار الاكثر صوابا اذ ان القرار وما تصحبه من عقوبات باتت اليوم من وجهة نظر المراقبين اكثر الحاحا من ذي قبل فعلى ما يبدو ان الاتفاق النووي لم يقدم ما يضمن للمنطقة والعالم كف النظام الايراني ووكلائه الاذى عن الدول التي يتعمد زعزعة امنها واستقرارها تحت ذريعة نصرة المستضافين ومن مظاهر الالم عاد النظام اتباعه لشن دعايته الكلاسيكية المتمثلة برفع شعار الموت للاعداء الى جانب حرق العالم الامريكي في مشهد مبتذل من تحت قبة البرلمان الايراني في محاولة لايصال رسالة مفادها ان الشعب من يحرق العلم للبرلمان كونه يدعي تمثيل الشعب الا انها محاولة فاشلة بالنظر للواقع والداخل الايراني الرد الايراني الشعبي لم يكن غاضبا من ترامب فلا احد يتصور ان يلقي الشعب لومه على واشنطن في ظل ما تشهده البلاد من انتفاضة وحركة احتجاجات مستمرة تستهدف النظام ولا ننسى بالطبع خطاب الرئيس روحاني الذي خرج به بعد القرار الامريكي والذي كان موجها للشعب في محاولة لامتصاص غضبه اما العقوبات الامريكية فهي قاب قوسين او ادنى من الدخول الى حيز التنفيذ اذ تستعد المؤسسات الامريكية المعنية لعادتها وفرض المزيد منها بهدف كبح جماح التمدد الايراني ووقف انشطته الاجرامية ووقف امداداته العسكرية واللوجستية للمولين له في المنطقة وبتحقيق ما سبق يحل الامن وينتشر السلام